موسيقى 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 السلام عليكم بنات مرحبا بكم في فيديو جديد منطبخوا حلويات ام رايان تمنى تكونوا باخر والاخير وفي صحة جيدة وانتم ما كتشاهدو هاد الفيديو اليوم ان شاء الله العشاق شوكولاتة سنقدم لكم كيكا بشكلات مسقية الديدة بزاف رائعة كتجي خفيفة خفيفة بزاف بالنسبة الكيكا وبنسبة الصلصة الشوكولاتة فكتجي ولا ارواع مضاقها خطير وانا مهتمدها منذ سنوات هاد الكيكا وكذلك حتى الصلصة كنتمنى ان شاء الله تتابعوا معي الفيديو الاخير وتشوفو كيفاش الكيك ديالنك يجي خفيف 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 بحلة جنواز وغادي تاكلوها حتى الاخر قطعة ان شاء الله وغادي تعجبكم انا متأكدة وكذلك اقتصادية وكتخرج حتى ال 18 القطعة بالاضافة لانها كتجي من الكه خفيفة ولكيك يجيب حل جنواز صلصة حصرية على قناتي وتابعوا معي ان شاء الله المقادير وطريقة التحضير بلا ما نطول عليكم بسم الله على بركة الله اقتصاد 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 في اناء وضعت 4 يل بيضات بحجم متوسط يكونوا بحرارة الغرفة ولي بحرارة المطبخ يعني ضروري وعلى فكرة هذا الكيك لا يحتاج لا تراب كهربائي ولا ميكسر يعني بالخلاط اليدوي فقط يحتاج هنا كيس من سكر الفانيلا من فئة 7 جرام وحتاجت كذلك كأس من سكر سنيدة ما يعادل 150 جرام العبار بكأس العنبة اقتصاد الفوي والتراب اليدوي ونخلط البيض مع السكر حتى يندمج وكيدب لي السكر ضفت هنا كأس الى ربع من زيت المائدة ما يعادل تقريبا 120 ميلي لتر دائما العبار بكأس العنبة وندمج كل المكونات حتى ينسجموا مع بضياتهم وهنا السر اللي كيخلينا الكاكي يخفيف بحلج نواز هو كأس ديال الماء الدافئ بعبار كأس العنبة دائما ونخلط المكونات جلي فهد الكأس من الماء الدافئ فقط يعطي وحد الخفة عجيبة لدرجة انه يجي تماما بحلج نواز وكيجي خفيف بحل الريشة لدي هنا 14 جرام من الكاكاو ما يعادل ملعقتين كبار نغرب له ونضيفه المكونات ونخلط كل المكونات حتى يندمجوا مع بضياتهم ومن بعد ما كان دمج لي الكاكاو مع المكونات الأخرى نبدأ بإضافة الدقيق عندي تقريبا كأسين من بعض الأنبة كأسين من الدقيق مملوئين ما يعادل تقريبا 200 جرام والدقيق دائما كيبقى لحسب الخلط لحسب نوعية الدقيق إذا كان كيتشرب بسرعة أو ما كيتشربش وضروري كنغرب له أولا كنخلو الدقيق ديالنا باش كيجينا الكاك دائما خفيف ومهوي ودائما ما ننسوش رشة الملح في الكاك اللي كتعادل الطعم أنا ضفتها مع الدقيق كنضيف هنا ثلاثة ديال الخمارات أولا ثلاثة أكياس من خميرات الحلويات كل كيس يعادل 8 جرام في المجموعة 24 جرام من خميرة الحلويات وكنخلط الدقيق مع كل مكونات جيدا حتى كنتحصلوا على قوام كيك يعني ما خفيف ما تقيل بحكم أنه فيه الكاكاو والكيك اللي كيحتوي على الكاكاو فهو كيتشرب بسرعة هذا هو القوام ديالكيك اللي كنحصلو عليه كيف كتشوفو وفرغتوا في صينية أولا في صفحة الفرن اللي غلفتها بورقة الطبخ ودهنتوا بالقليل من الزبدة ومن بعد فرغت خالط الكاك وغندخلوه الفرن أنا تقريبا سخنته 5 دقائق قبل ما ندخل الكاك على 180 درجة من الأسفل فقط حتى كيتب الكاك ما كياخدش كتر من 20 دقيقة فقط يعني بسرعة كي طيب لأنه الأرقيق يعني ماشي شي كيك اللي في طاوة صغيرة اللي كيجينا عالي هذا فقط كيجينا العلو دياله متوسط بالنسبة للسلسة اللي غنسقي بها الكاك فهي كتتكون من ما غادي نحتاج لها جوج من الياغورت يعني صغير بحجم صغير بنكهة الفراولة او لا نكهة اي نكهة عندكم الفانيلا ولا الفرنبواز اي نكهة عندكم ديال الياغورت انا كنفضل هنا في هذا السلسة نكهة الفراولة كجي رائعة وكذلك كنحتاج هنا 100 جرام من الشوكولاتة السوداء وملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوابان نقطع الشوكولاتة ديالي باش انها تتسرع لي في الدوابان وكنضيفها على الياغورت والقهوة سريعة الذوابان بنسبة الشوكولاتة قطع مربعات صغيرة فكنحتاجوا تقريبا واحد للعشرة ديال القطع 12 قطعه وكنضيف كل المكونات في كسرولة وكنوضعهم فوق النار تكون مهيلة خفيفة جدا وكنبقى نخلط ونحرك حتى كالدوبليا الشوكولاتة مع الياغورت والقهوة سريعة الذوابان من بعد ما خرجنا الكيك من الفرن من بعد ما طاب كيف كتشوفو كيجي خفيف وكيجي ارتب خديت هنا كيوغدان او لا اي عود خشبي وحاولت انني نعمل توقوب في الكيك ديالي من بعد ما برد كنخليه الكيك حتى كيبرد والسلصة هي اللي كتكون سخونة يعني واحد فيهم كيكون بارد والثاني سخون ضروري باش كيتشرب لنا الكيك وكيجينا لديد ومعلك بهاديك السلصة خديت الكيك ديالي قطعتو قطع هكا متوسطة فكيف كتشوفو كيك عائلي وكيعطينا يعني واحد الكيمية لا بأس بها وهنا خديت السلصة ديالي اللي كتشوفو كتجي لامعة وكتجي يعني القوام ديالها رائع وكنفرغها فوق الكيك وكنحاول نوزعها فوق الوجه ديال الكيك بتتساوي صدقوني هاد الكيك اولا هاد السلصة كتجي رائعا لديده بالمضاق ديال القهوة والفخاز اولا نوك هات الفخاز اللي في الياغورت مع ذاك الشوكولاتة كتجي كتعطينا واحد المزيج ديالنا كهات اللي الديد وبنين بما في الكلمة من معناه المهم كيف كتشوفو من بعد ما بسط هاد السلصة فوق وجه الكيك غادي نجيب هنا واحد سكين وغادي نقود نقطع من نفس يعني نفس المكان اللي قطعت منه القيطع ديالي باش هكا هاد السلصة كتنزل مع القيطع ديال الكيك كلها وكد خلينا هكا في الوسط ديال الكيك وصفي هنا كيسالي الكيك ديالنا كنتمنى يكون عجبكم وبالنسبة التزيين فدائما كيبقى اختياري انا فقط خديت قطع من الفراولة وقسمتها الى نصفين وضعت كل نصف كل قطع ديال الكيك ودهنت فقط الفراولة ديالي بشوية ديالنا باج باش كتعطينا هديك اللمعة وكانتمنى يكون عجبكم الكيك ديال اليوم فهو كيجي رائع نقطع معاكم قطعة وكيف كتشوفو الكيك كيجي خفيف بزاف تماما متل الجنواز كانتمنى تجربوه ان شاء الله وفي فيديو من الفيديوهات نحاولو نخدمو بهد الكيك هذا السهل جدا لما كيحتاج لا ترى بكهربائي ولا حتى شيء نخدمو بها هكا حلوة ديال الكريم او هكا حلويات الكريم او لالتخانش وكانتمنى تكون عجباتكم وصفة اليوم وتجربو هد الكيك المسقية بهد السلسة الرائعة خفيفة جدا انا متأكدة انكم غادي تاكلو اربعات ديال القطع وغادي تبغيو تزيدو لانها كتجي خفيفة على المائدة والديدة بزاف كانتمنى تجربوها وتعجبكم بصحة وراحة واستمتعوا بها انتم والعائلة ديالكم وكنقول لكم شكرا بزاف على المتابعة متنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم المشجعة شكرا وإلى اللقاء حتى الفيديوهات قادمة ان شاء الله مع واصفات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة